اتصالات المغرب هي عندها فلوس كثيرة بحال شدري صغير تعطي فردي يلعب بيه يمكن يقتل بيه يقتل بيه يقتل بيه يقتل بيه يقتل بيه هذه هي اتصالات المغرب عندها فلوس لا تعطي للمنبغات وتقطع للمنبغات هذه الشركة التي تقدر أرباح كثيرة لأن الناس دولها لدينا الناس الذين يعملون الآن يعملون في قهوة موسيقى هذا الصندوق المغرب تتقعد المستحقات المستخدمين عدد المساعد التي تضعت لنا موسيقى لا أشعرني نشعر بشكل حقرة لا يمكن أن يشعر بها جميع الاتصالاتيين لحولها والقوات موسيقى مشاهدي بلدنا فاندكاتخ مرحبا بكم في هذا الحوار الخاص مع رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي اتصالات المغرب سيمو حمد جباري مرحبا بك شكرا على الاستضافة بلادنا بـ 24 شكرا على الاستضافة والحملات الإشارة لكم ونتمنى أن نكونوا موافقين في الإجابة على الأسئلة لكم بداية استيجباري ممكن أن تقرب المشاهدين من المشكلة القائمة بين المتقاعدين واتصالات المغرب وأيضا ما دخل الصندوق المغربي للتقاعد في هذه القضية شكرا لأستاذة الكريمة نحن موظفين في إطارة الوزارة البارد والمواصلة السلكية والليسلكية من بعدها جاء القطاع الذي تحول إلى مكتب وطني هذه الأخوان كلهم موظفين يحملوا رقم المالي الخاص بالموظف ومن خاطف الصندوق المغربي للتقاعد تحولنا إلى مكتب وطني بقينا بنفس المواصفات من بعدها في 2004 تحولنا إلى شركة اتصالات المغربي هنا بدأ المرض هنا بدأت العلة هنا بدأت الحجرة والضمن كيف؟ لأنه اتصالة المغرب لا تصرح للصندوق المغربي للتقاعد بالراتب الأساسي ككل تبقى حبسته من 2004 كأنه انتقام لأننا كالتزام بيننا وبين الإدارة حتى أننا نحتفظ بالوعية دينا كموظفين في 2004 الإدارة حبست لم تكن تعطي تعويضات للمستحقات لصندوق المتقاعد أكثر من هذا الإدارة حيدت لنا الليجانتونائية التي كانت تساهم في الترقية حيدت لنا الطابلو أي هو ما يسمى بواحد الأسموه حيدت الجميع المكتسبة لي لدينا كمكسب خصوصات قد نستفيد منها كل السحودات على الإدارة فهذا لم تكن ترقية حيدت لم تكن تأدى للصندوق المغربي للتقاعد المستحقات للمستخدمين عدد المساعدة التي ضعت لنا نحن لم نشعر نحن في هذا إمتاح التقاعد فإذا به القناع كان يأخذ واحد البيان الاتزامات شهري هناك مبلغ لكن الذي تصرح به صندوق المغربي للتقاعد هو بيان آخر لا يمكن طبق الولايات العمية أن الموظف لديه جزء البيانات أبداً مستحيل بيان واحد هناك تحايل هناك غضر هناك لا يمكن أن نصف لك أن الإدارة اغتلت المستخدمين منها اغتلت اغتيال او ادلم أقل من نصف أقل من نصف 40 عام لا يمكن أن نصف إذا قارنا نفسنا مع رجال التعليم أو مع رجال الصحة ومع أي شيء لا نصف لهم هذا هو المشكل القضاء أنصفنا مشكور لعلم أستاذ الترقية وعلم أستاذ التقاعد الآن نحن نواجه الإدارة تواجهنا بعدم تنفيذ هذا ما يمتينا عن التنفيذ هذا هو الموضة الصندوق المغرب للتقاعد نعتبره هو وسط يجب أنه يعطي للفوس خلصناه رسلنا الصندوق المغرب للتقاعد رسلنا بثلاثة المرسلات السيد رئيس الإدارة الجامعية رسلنا المجد العسل القضائية رسلنا سيد رئيس المحكمة رسل المزارة لحد الساعة لم يكن حل إليه ونذر يتعل مما جعلنا ندعو إلى وقفة احتجاجية الذي كانت نهار 21 في شهر مايو غير بإشارة منك استجباري للقضاء يعني قدرته جمعية نعم ما حاولتوش يعني تواصلوا مع الشركة أو لا هي تفتح الباب الحوار لم تفتحت باب الحوار معكم الشركة خلتوه مسدود لعلمك الأستاذة رسلنا أبو ثلاثة أربعات المرسلات نعطيكم نسل لكم المصطح منهم طلبنا منهم مقابلة طلبنا منهم حوار طلبنا منهم أنه ندير لو كانت نية صادقة ما كنا نحن نصل إلى الجمعية قبل لأنه قبل لكي نراجعوا في اللور لأنه من اللي وصلنا إلى الباب المزدود نحن نجينا خمسة الإخوان طلبنا مقابلة للسيدة رئيس المجلسة العدسة القضائية والسيدة رئيس المحكامة ووزير العدل تكلمنا السيدة رئيس المحكامة مشكور السعبد العتاق الله يجزي بخير كيف استقبلنا في المكتب وقال لأنه قادية تنفيذ هذه أحكام خاصة من الفضاء ماذا كان في هذا اللقاء وهي اتصالة المغرب ونحن خمسة الأشخاص زائد صندوق التقاعد زائد طقام الذي هو مع السيدة الرئيس هذه الأشخاص أول من تكلم هو صندوق المغرب التقاعد قال لأنه لأنه خمسة الأشخاص ونحن أستعد من المشكلة لكن نحن نخافه ونحن نأخذ 400 أو 500 منذ قاطعوا ونحن لا نكون ضحية ونحن لدينا أحكام الله يجعلكم في حوض الحكم ونحن لا نحن مسؤولين على الوضعية للصندوق المغرب التقاعد ونحن من كل تلك الحياة الصغيرة التي تركب علينا سمحنا من هذا القدم وقفني السيدة الرئيس قال للأتصالة المغرب أنتم القوة هو مكسبة قالوا سيدة لأعطينا الصندوق المغرب التقاعد ونحن نجد الحل فعلا قبل الحل قامنا ننتظر شهر بعد شهر ونحن نجد هؤلاء الأخوة ونحن من الرشيدية ونحن من السطات ونحن من مراكش ونحن من طانجة ونحن من الفاس تعرف أن هذه الأجرة لم يتم تفعون ونحن من 2500 درم ونحن لديهم ونحن لديهم هذا كان جل محامي بهذه مجس جل محامي الشركة للتقاعدة المغرب قالوا نفس المشكل ونحن كاتبنا له وعندنا المرسلة يعطينا الحل ومستعدين لنحل المشكلة ما العمل؟ قالوا عفاك بالفرنسية أعطيني شهر أخر سوف نرى الجريديك بالفرنسية في الصندوق المغرب التقاعد ونحل المشكلة نعم زدنا شهر أخرين ونحن من بعد شهر رأينا وكان جاء في الصندوق المغرب التقاعد المحامي ومحامي اكتصالة المغرب دخلوا عند السيد الرئيس قمت بتقاعدنا وعندما رأينا خرجوا في حالهم لم نقلس لم نقلس معهم دخلت على السيد الرئيس قالوا يا أخي سيد الرئيس قالوا عفاق قالوا طلبوا مني لكينا صعوبة وبروا لي الصعوبة زدنا 20 يوم أو 15 يوم قالوا حددنا الوقت رجعنا في هذه المدة قلسنا في باب السيد الرئيس كانت سنو من الوحدة حتى ثلاثة كل ما رأينا وانتصالات المغرب مجاش صندوق مجاش يعني حسينة بالظلم وبالحقورة وبالإهانة بقينا من الوحدة حتى ثلاثة التي نحن بالظلم كانت سيد الرئيس من بعد سيد الرئيس كان سيد الرئيس كان سيد الرئيس كان سيد الرئيس قالوا يا وصائف سيد الرئيس أولا هذه إهانة لنا واحتقال المحكمة الموقارة كان سيد الرئيس غير الاعتبار لأن الرئيس المحكمة على الأقل ولكن هذا ليس أخلاق فوق القانون قالوا يا عفاك أنا سأعطيك محضر الامتناع فعلا نحضر الامتناع لكي نفذ لا شيء طلبنا عن طريق محضر الامتناع الغارة قالوا لدينا صعوبة نحن الآن لازلنا نعاني مما جعلنا نكونوا هذا هو الدافع الذي جعلنا نكونوا الجمعية هذه الجمعية رأى كيما بنتي الأخت رسلنا عود ثاني صندوق مالبطاق رسلنا السيد رئيس الإدارة الجماعية بثلاثة أوربعد المرسلات رسلنا الواسط رسلنا السيد عبد النبوي رسلنا الدول الملك لحد الساعة كانت تدرك لا أحد لم يقيمه مما جعلنا ندر وقفة احتجاجية كانت نهارا 21 في مايو 2024 الآن نحن موقعين على وقفة أخرى التي ستكون نهارا 9 جوية إن شاء الله نعم أستاذا في الجواب شرطي لمعاناة المتقاعدين بحكم أنك قريب من المتقاعدين واذا تستطيع وصف لنا الحالة الاجتماعية من هذه العمال الذين يخدمون العقود مع هذه الشركة بثلقة أستاذا أقول لك والله ثم والله إذا كانت مانوح السيدة إذا تقضي على الدول تقدم الملاكس من خلών الفيرمو فرمو هذه الشركة التي تكثر أرباح كثيرًا هناك من والتي يعمل في القهوة هناك من مكتب أن اتظار هناك من ومنتم من صدق ومانتم من التصالة المغربية نتمنى أن أي شخص يكون موظف التسالة المغرية بصدق معاناة كثيرة من الأمراض من هذا رغم أننا بنيناها من الوزارة لكن كانت لنا الحم ولحت نعظمها فمع الأسف الشديد سأعطيك سر آخر وأقول الإدعاء والتلفازة إدعاء والتلفازة من الوزارة الأنم من الذي يريد أن تخصص تقول الشركات سلع رأي شيء الله يجزي بخير قبل أول شيء هو الموظفين ننسى الوضعية الآن لا يوجد مشكلة نحن رئيس الإدارة الجمعية الذي نتمنى أنه خير وهو من الوزارة البريد إلى المكتب الوطني إلى اسمه دائماً هو هذا مع الرأس حقيقة أتفكر في أن يأخذه عمر يأخذه ولكن نحن نطحن هو عمر يأخذه أموالك تعد بالملاير نحن نتمنى أنه في الحادث لا يوجد أنه لا يوجد أنه أقسم له هذه معاناة كثيرة نعاني نتمنى أنه نلقى أداة نساغية أكثر من هذا إذا كانت تسالة المغرب حلّت المشكلة لدلدولة من الى مرحوم الحسين والله يرحمه ان المغرب يصل لسقطة القلبية فأول من نتيجة الى خاصة تسالة المغرب تسالة المغرب حلّت المشكلة لدلدولة ولكن احنا نحن نحن حلت المشكلة لدينا الآن من خلالكم أنا أتوجه إلى السيد الرئيس وعلى السيدة وزيرة المالية وإلى كل منهم الأمر وصيروا إصدقائي أن يشوفوا هنا بعين الرحمة كما نحلينا المشكلة يحلوا مشكلة معاناة دينا. بحديثنا عن الحالة الاجتماعية نهضروا شيئا في الشيق الاجتماعي فسمعنا أنه مديرية الشؤول الاجتماعية بالشركة فرينا نعرف ما يستفدوا المتقاعدين من الخدمات هذه المديرية للميزانية ديالها تقارب 12 مليون درهم أكيد أستاذ حسب ما نعرف أنه هناك مبلغ محدد للشؤول الاجتماعية يحدث في مليار ومئة مليون حسب ما وصلنا لكن أقولك وبصدق المتقاعد لا يستفد من سنتيم لا يوجد أي شيء أكثر من أي هوالة المتقاعد لا يستفدون من أي شيء لف التليفون تخيلي وهذا هو شيء أنداله الجميع نحن في اتصالة المغرب كان خلصوا التليفون بينما الإخوان المتقاعدين الذين يخرجوا لا يستفدون من المغرب لا يستفدون من المغرب لا يستفدون من المغرب هذه معاناة لأننا لا أعرف كيفية نحن في حقرة لا يستفدون من الاتصالات ونحن في حول أو القوات كانت خلصوا 50% من التليفون 50% من الإنترنت و50% في البورطة تخيلي أن التعليم والأمن والقضاء يقومون من 75% ونحن نحن 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 لأنه حددنا في 10 سنين أي هذا المتقاعد حدده 10 سنين وبدأ يخلص 100% حدده 10 سنين ونحن نحن 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 وهذا الأمر يقومون بالدخول حدده 10 سنين هذه معاناة طلبنا أن تكون مجانية في التليفون والإنترنت كما الإخوان في الوينسيف وماء الكهرباء وإخوان لاناة بياء إنني ليسوا نحن 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 trat هل يعقل الأخ إن نحن الانسان يقومون تمناpe 300 ألف أو 35 ألف سوف يخيم 6 مئة درهم 1 ومائة درهم 1200 درهم يعني تشكل هذه الطباقي المتوحشة الغناء الفاحش والفقر المتقي أي هذا المسيطة يمكن أن يخيم إخوانة لكن أخيانة 500 حتى 400 ميتي في النهار بالليل لا يمكن وبالتالي نحن محرومين من جميع ميدان هذه الخلوثة التي تصلوا الله علم لا تعلم نحن نطلب بحقنا كجمعية نطلبوا التهم من حقنا لكي نستفيد من هذه الأموال الجماعية فاعلة كذا نستفيد منها هذا الأستاذ هو ما يخص الجماعية اطلبنا أنه وكل حول كتن للحج لأنه في حود 30% اطلبنا هذا الشيء يخصت من التخيم على الأقل ما بين 100 و 150 درهم للليلة الناس الذين هم 100 درهم والليلة بس لهم 150 درهم ماذا الحقيقة؟ نعم أستاذ سيجباري سمعنا بأن تصالات المغرب أستاذ جمعية أخرى من المتقاعدين ويترأسها شخص لم يحال بعد على التقاعد أكيد أستاذ العلم كان هذا الشخص مع الأسف شديد هو كاتب عمد النقابة النقابة التي هي نقابة ديمقراطية نقابة لأسها ناس كبار وضحى والتعطاقلوا وماتوا وكل شيء يسمون وأنا واحد من الضحين الذي كنت من فيه منه هذا السيد الآن نحاجئ للإدارة وصبح يدافع للإدارة وليس يدافع للأسف سمحت يقول هو صوت الإدارة فهو رئيس الجمعية هو الرئيس تعاضي للعامل لبنى المواصلة السلكية والليسلكية ماذا هذه المهام لجمع هذا المناضي للفد وهو أيضا الرئيس لهذه الجمعية هذه ثلاثة المهام كلهم حدث علما تعاضي الذي يترأى السهل الأستاذة جميع التعاضيين في المغرب من الذي يتحل أي واحد على التقعود يكونوا واحد تعويض تعليم تبدأ مثل ثلاثة المليون نزل ديوانة 11 مليون دين نهاية الخدمة نحن لا يأخذون سنتيم من الذي يأخذ الإنسان للتقعود الرئيس لا يأخذونه هذا السيد هو هذا السيد هو رئيس الجمعية رئيس تعاضي للعامل والكاتب العامل للنقابة وهي نقابة حقيقية ديمقراطية وابنى وهانياس وكل شيء مع الأسهل نحن نخجل من نفسنا أنا أقول لك شيء واحد ينتمي لهذه النقابة هذا أستاذة هو الكين نحن نعطيك الباية الليدر لو وعدنا نصخي ونصلكم نصخي منه لكي تقرأوه لا علاقة له بهذا الجمع ولم تقول له جمعية جمعية درتها الإدارة ومجاوبة حتى نحن الموظف مع الإدارة نحن نحن نسلمها لكم نحن نسلمها لكم نحن نسلمها لكم وأن الرئيس لديهم مشاكل أنا كرئيس لا عندي أي مشكلة نستعد لتنزع لحقوقنا إنهم يريدون أن ينفذوا لهذه الناس وتكون لديهم أنا مستعد وصراح بأنني نتنزع هناك تريعا ولكن أقدروا هذه الناس ولو أنني سلمحق بحلي 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 الناس وعدي أحكامي صالحي أبتدائي وستنف النقد أنا أمام كنا نتنزل ولكن وصووا وضعي هذه الناس إذا كنت عرق على هذا هو الآن نحن فتحين الحوار نطلبهم من الإدارة تكون بعقلهم ويفتحهم عن الحوار نحن موجودين لإيجاد صغار لحل هذه المشاكل هذا هو أمام النفيرة نعم كنت ترى الحملة المقاطعة وعرضت لي الاتصالات المغرب من طرف التجار بسبب الدعم لها الكبير المهرجان الموادين بملايير سنتيمات في الوقت كما قلت بأن المتقاعدين يعيشوا أوضاع مزرية نعم تعليقكم يمكن تعليق التصالات المغرب إلى أين فين غادا نعم هذا هو لماذا؟ لأن الزبناء الذين يأخذوا لرشار هم قطعوا التصالات المغرب الآن الانترنت طرح سؤال في البرلمان أنه في الحاضد الانترنت في المغرب أنه أكثر من هذا نحن مقابلين على كأس العالم درنا مقارنة ما بين إسبانيا والمغرب والبرتغال نحن في الحاضد هناك أياد خافية أظن أنه ستعمل الإفلاس لهذه الشركة أياد خافية ما عرفنا الله ألم لأن نحن حقيقة نحن نحن على هذه الإدارة لأن كبرنا فيها وتربينا فيها ونحن بشكل السمحي لي بحال واحد تخليت على أولاده ونحن أخذ زوجته ولكن يبقوا يزورها ولو أن كانت عاصية ونحن نحن ولو أن التسالة المغرب نحن نحن ونصبح أخطأ فيها نعم وعلى غير الموازين في التسالة المغرب تدعم مجموعة من المهرجانات الثقافية ومجموعة من تظاهرات ونرجع لنفس النقطة لأن المتقاعدين في نفس الوقت يعيشوا ظروف ومزرية كيف تأتيكم هذه المفارقة؟ يقولون المال السيب يعلم السرقة التسالة المغرب لديها الكثير عندما يدري صغير يتعطي فردي يلعب به يمكن أن يقتله يقتل نفسه هذه التسالة المغرب لديها الكثير وتعطيه وتقطعه نعم نعم قبل ختم استجباري بسفتك رئيس الجمعية الوطنية المتقاعدة في صلاة المغرب ما هي الرسالة التي تريد أن توجهها لعبد السلام أحيزون المدير العام للشركة الكاميرا قدامك تفضل شكرا أستاذ الكريمة سؤال أولا هناك رسالة حملها المتقاعدين بصدق سنقولها لكم أقول السيد عبد السلام أحيزون أيها الأخ أيها الأستاذ المحترم السيدة الأستاذ المحترم أقول لك وبصدق اتق الله في هذا المتقاعدين أقول لك هذا ما أكلم تذكر يوم تحمل على الأكتاف وتوضعه في حفرة وتكون أمام الحق سبحانه لن نسامحك إن لم ترجع العمر إلى حاليا تذكر يوم تصليس للجنزق وحتى الإسم منك يسحب الصلاة على الجنزة وليس على الإسلام تذكر هذا النهار تذكر ستتلقى أحتروة كبيرة الوراة تق ربما ستكون سبب تفريق أميناتهم وسبب المشاكين اللي يمكن يسخطوا عليك بأكتن ماذا فلهذا أكيد يوم المماتي وكل نارة يوم اللقاء الله سوف يرافقك الأعداء والخصوم والأصدقاء والمنافقين لكن ستبقى وحدك في القبل تذكر هذا اليوم وأرجع الأمور إلى نصابها عاسى أن هذه الناس يسامحونك ويغفرونك هذا هو رسالة إلى السيدة الله الرحيم أن نحترمك ونعزك ونقدرك وليس لنا أي عدم ونحن مستعدين لأي حوار نحن مستعدين من غدا شاركت أن ما تخلنا الآخرين يبقى 24 ساعة وتقولوا ونقلس معكم لإفشال الوقف لا أنت عندك الوقت نحن لدينا الوقت نهارت سعود نتمنى أنه قبل من سعود اليوم الثنين الغدل ثلاث ثلاث لاربع حتى الخميس نحن مستعدين لا نقلس معكم لماذا؟ لأنه كانت نعطل لغير مؤامرة لكي تفشلنا الوقف هذه هي الرسالة لدينا وتشكروا بلادنا 24 شكرا 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 لكم سيمو حمد جباري رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدة اتصالات السل المغرب بهذا المشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة تلقوا في حلقة أخرى وضيف آخر السلام عليكم